المعنى الحرفي لكلمة ما زاد الطين بلة فهنا الطين وهنا البلة التي زادت معاناة النازحين في سامرى وجعا إنها ليست معاناة عادية بل خطيرة الماء يحاصر المئات من النازحين من كل جانب البيوت شبه منهارة لعدم وجود بنية تحتية تصرف مياه الأمطار ولا سقف أصلا لتلك البيوت يحمي الساكنين بها هؤلاء ينقصهم كل شيء ويعانون من كل شيء حتى أصبحوا يكلون ويملون من حتى الحديث عن ما يشعرون به ولا يملكون سوى كلمة كفا كافي كافي صمت خليجوا يشوفون حال النازحين الأسة يقبلوها المسؤولين يقعدون مربع متر بغرفة والمطار فوقهم هذه العوائل كلها تحصرت روح شوفها ستدخل داخل المخيم خلف الله عن الناس الخيرة نسحب بالروب نطلع مياه والعوائل كلها مكدسة مكان واحد كافي لقد آتت المياه على كل أثاث المنازل أو بالأصح على بعض الأغطية والأواني التي يمتلكونها حتى الأطفال تنظروا وتدركوا أن هناك خطبا ما حصل ويحصل فهي باتت تتحمل مسؤولية أكبر منها وإن كانت تدرك أن مسؤولية المساعدة في تصريف المياه أو إدارة شؤون العباد هي من مسؤولية الحكومة لكن هيهات بحسب هؤلاء فالحكومة بواد والنازحون بواد آخر غير ذي مأوى نحن نازحين صارنا أربع سنوات من أطراف بلد أربع سنوات بهذا الهيكل عائلتين كل عائلة عشر نفرات لو هسأش تروح وشوف عائلتنا يقول عمي هذا المكان حيوانات ما يقعد بيه كل واحد حاط عائلتها عشر نفرات بزيه وقاعد والله العظيم لو شوف عائلتنا ستاعينه يهدو منه كل مي حتى الآن الجهال ما عدوا دبلسون نهائيا لم تقتصر الأمور عند هذا الحد فما حدث ليلا من تدفق للأمطار وانهيار لبعض الأسقف نتج عنه إصابات بين عدد من النازحين فضلا عن جعل تلك البيوت بأخصب للأمراض بين الجميع وأمام حالهم هذه ما عد لهم من مطالبات سوى بتسريع عودتهم إلى ديارهم وبناء بيوتهم أو على الأقل تسليمهم لها هذه ليست حكومة نريد أن الله والحكومة يرجعوننا على بيوتنا لا نريد أن يجعلهم في بيوتنا دلسة ماتت في الإهان البرحة ماتت حرمة ما تزلمة ما يصير نحن مثل ما قالوا هذا نحن حيونا الترجف ودينا الترجف كل ينادي وبحرقة لحل مشاكلهم لكن لسان حالهم وحتى قالهم يقول لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ترجمة نانسي قنقر